تسعى الميليشيا بين يوم واخر لتقطيع اوصال البلاد الى مربعات امنية واقتصادية ومن وقت الى اخر تستحدث نقاط جمركية جديدة بين المدينة والاخرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها واخر ما توصلت اليه انشاء نقاط جمركية على المدخلين الجنوب وشمال للعاصمة في كل من ذمار وعمران وبحسب وثائق مسربة فقد اصدر وزير المالية المكلف من قبل الميليشيا تعميما باستحداث النقاط على المداخل العاصمة وهو امر من شأنه فرض رسوم جديدة على التجار تضاف الى ما يتم دفعه في النقاط الجمركية المعروفة في الموانئ البحرية والمنافذ البرية الحدودية اعضاء الغرفة التجارية في صنعاء كانوا قد اعلنوا في وقت سابق رفضهم لهذه الاجراءات التي تتطلب منهم دفع مبالغ مالية جديدة لكن الميليشيا اصرت على انشائها وبالاعتماد على ما سبق يبدو بان المواطن اليمني في مناطق سيطرة الميليشيا قادم على معاناة اخرى بعد هذه الاجراءات التي ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع اسعار المواد الغذائية والتموينية بعد ان كثفت الميليشيا من حلقات الحصار المفروض على قوت يومه الامر ان الميليشيا لجأت الى تنفيذ هذه الاجراءات في الوقت الذي تم تنع فيه عن دفع رواتب الموظفين منذ ستة اشهر وهو ما يعني انها لا تجيد سوى التفنن في خلق المعاناة والألم على المواطن المسكين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة